يشهد استاذ جابر الأحمد الدولي مساء غد الثلاثاء المباراة النهائية على لقب كأس سمو الأمير السابع والخمسين لكرة القدم والتي تجمع بين القدسية ونظيره الكويت حامل اللقب فريق القدسية أجرى عددا من الحصص التدريبية استعدادا للمواجهة المرتقبة فضلا عن الدخول في معسكر داخلي طامحا للظفر بالكأس الغالية للمرة السابعة عشر في تاريخه ومن جانبه أجرى نادي الكويت لمساته التدريبية الأخيرة في مسعى منه لنيل أغلى الكؤوس المحلية للمرة الرابعة عشر في تاريخه والرابعة له على التوالي